تدفع منظمة الصحة العالمية هذا الجهد من خلال وضع معايير نقل التكنولوجيا وتقييم التطبيقات وتطوير المعايير وكذلك توفير الدعم والتدريب المستمرين نجري حاليا محادثات مع عدد من شركات مهتمة بتقديم الحمض النووي المرسال المعروف اختصارا بتقنية MRNI إلى هذا المركز هذا الخيار سيستند إلى مدى تقدمها من حيث بيانات الفعالية السريرية والشروط التي ترغب الشركة بمجبها في تقاسم تقنياتها هذا وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إنه بينما تشهد لصابات بفيروس تراجعا على مستوى العالمي ولكن الوضع في أفريقيا ليس كذلك مع مواصلة ارتفاع لصابات في هذا الصدد انتقد رئيس جنوب أفريقيا النظام توزيع لقاحات في العالم قائلا إن العديد من البردان تكافح من أجل حصول على نصيبها العدل من ناحية أخرى أشرت منظمة الصحة العالمية إلى أنها على تواصل دائم مع منظم ألعاب أوروبية في توكيو بشأن قطايا السلامة ترجمة نانسي قنقر